حالة من الجمود تشهدها القضاعات الوزارية بمختلف مستوياتها منذ بداية المسيرات السلمية المطالبة بتغيير النظام في البلاد. نشاطات وزارية كانت في الأجندة ألغيت وأخرى أجيلت إلى أجال غير مسمى. وبالرغم من تسارع وطيرة الأحداث، خاصة بعد صدور قرار تأجيل الانتخابات والإعلان عن ندوة وطنية جامعة تحضيراً للمرحلة الانتقالية، والتي أفضت باستقالة الوزير الأول السابق أحمد أيحيا وتعيين وزير الداخلية خلفاً له. وأيضاً إحداث منصب نائب الوزير الأول عين فيه رمضان لعم عمراء، غير أن مصير وزراء الحكومة الحالية لم يتبين حتى الآن في ظل تعال أصوات الحراك الشعبي بتغيير كل الوجوه. بمن فيهم، وزراء أثار في العديد من الخارجات غضب الشارع الجزائري. وزراء على ما يبدو استقالوا من الاتصال على الأقل مع عمال قطاعاتهم. الذين انضموا إلى الحراك على غرار عمال قطاع التربية، التعليم العالي، الصحة وغيرهم. واكتفى بعضهم بإرسال بيانات مشرت عبر وسائل الإعلام. هي إذن حالة من الركود تغى عليها الترقب منذ أسابيع. وزاد جمودها بعد تكليف نورتين بدوي بتعيين حكومة جديدة خلال الأسبوع المقبل. حكومة قال الوزير الأول عنها في أول خرشة إعلامية أنها ستضم خبراء وكفاءات من الشباب للعمل على تحقيق التغيير السياسي. استجابة لاحتجاجات تستمر لأسبوعها الرابع.